السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. موعدنا اليوم إن شاء الله مع درس من دروس القراءة وهو الدرس الثالث من دروس القراءة. هو درس بسيط ودرس سهل وقصير كمان. بنتعلم منه حاجات كتير وأخلاق بالذات أخلاق القيادة. وهنعرف كل الكلام ده بإذن الله تعالى في نهاية الدرس من خلال الدروس المستفادة. تعالوا كده نبدأ مع بعض. أول حاجة عندنا هي مخرجات التعلم. المفروض إحنا هنعرف وهنتعلم إيه من الدرس ده. أول حاجة من المفروض إن الطالب يعرف أهمية وقيمة التعاون. والعمل التعاوني. والإيصار وهنعرف يعني إيه الإيصار. الإيصار يعني إحنا نفضل غيرنا على نفسنا. طب عكس الإيصار إيه حبيبي؟ الأسرة. عكس الإيصار الأسرة. الأسرة حاجة مش كويسة. الأسرة هي الأنانية. أما الإيصار إن أفضل غيري عن نفسي. يعني تفضيل الغير على النفس. ودي صفة كويسة. أما الأسرة وهي الأنانية. طيب نمرة اتنين. أن يميل الطالب للتحلي بتلك الصفات. مثل التعاون والإيصار ومساعدة الآخرين. وتقديم العون لمن يحتاج إليه. وهكذا. نمرة ثلاثة إن هو يتحدث عن هاتين الصفتين بإسلوبه. في موضعاته وفي كتاباته. تعالوا ندخل بقى على الدرس بتاعنا. طيب قبل ما نقرأ مع بعض الدرس حبيبي. دي عبارة عن قصة. كتبها الكاتب عبد الله بن المقفع. طبعا الكاتب ده ولد ونشأ في فارس. هو كاتب فارسي. فارس دي حبيبي اللي هي إيران الآن. الكاتب ولد 106 هجريا وتوفي 142 هجريا. نشأ في قوم يقال لهم بني الأهتم. عرف عنهم الفصاحة. فعبد الله بن المقفع اشتهر بفصاحته. طبعا عبد الله بن المقفع يحكي لنا قصة. قصة الحمامة المطوقة. طالما حبيبي هي قصة لازم يكون لها عناصر أساسية. عشان أتعلم أنا كمان أكتب قصة زي الكاتب عبد الله بن المقفع. إيه العناصر الأساسية بتاعتها؟ العناصر إنه يكون لها مكان ويكون لها زمان ويكون لها شخصيات ويكون لها مقدمة ونهاية القصة. إيه اللي استفدناه المستفاد من هذه القصة؟ طيب تعالوا كده نشوف الزمان إحنا تقريبا عرفناه بمولد ووفاة الكاتب لأنه لم يذكر الزمان في القصة. أما المكان فهو إحدى مدن فارس. يبقى أين وقعت هذه الحكاية وهذه القصة؟ في إحدى مدن فارس في مكان كثير الصيد يتردد عليه الصيادون. وكان في ذلك المكان شجرة كثيرة الأغصان فيها عش غراب. فبينما كان الغراب في عشه إذ بصر بصياد قبيح المنظر. منظره قبيح عكس قبيح جميل. على كتفه شبكة وفي يده عصى مقبلا نحو الشجرة. مقبلا يعني آتيا. مقبلا آتيا عكسها مدرا. مدرا. مقبل لو إحنا وغدين بلنا حبيبي مضموم أول ومكسور ما قبل آخره. لو إحنا نتذكر كده مع بعض المشتقات واسم الفاعل. طيب يا طرى فعلها سلاسي ولا زاد عن ثلاثة مقبلا. طبعا أكيد فعلها زاد عن ثلاثة لأنها بدأ بني مضمومة. يبقى فعلها أقبل رباعي. أقبل يقبل مقبل. نحو جمعها أنحاء نحو الشجرة فخاف الغراب وقال لقد جاء هذا الرجل إلى هذا المكان. إما لقتلي وإما لقتلي غيري. لأنه أشاف صياط قبيح المنظر يحمل على كاتفيه شبكة وفي يده عصى. يعني مع أدوات الصيد بتاعته. فهو توقع أنه هو هيقتله أو هيقتل غيره. فعلي أن أراقبه حتى أنظر ماذا يصنع. يبقى إحنا عرفنا أن القصة حبيبي. ممكن نزود على السؤال اللي في نهاية الشريحة بتاعتنا دي. سؤال آخر. ممكن نقول إيه؟ أين وقعت هذه القصة؟ طبعا معنى الكتاب بتاعنا معنى الألم معنى كراسة أو ورقة صادية. أين وقعت هذه القصة؟ أو الإجابة هي أول سطر عندي حبيبي. كانت أو وقعت هذه القصة بإحدى مدن فارس. في مكان كسير الصيد يتردد عليه الصيد. وإحنا اتفقنا أن فارس دي إلي هي إيه دلوقتي؟ إيران حاليا. فارس هي إيران حاليا. طب ماذا توقع الغراب؟ هو جمع غراب إيه حبيبي؟ الغراب هو الطقر الأسود. له صوت يعني ينكره الناس. أو يعني يتشاء منه الناس. طب ماذا توقع الغراب؟ جمع غراب غربان. طيب توقع الغراب أن هذا الصياد جاء في هذا المكان إما لقتله أو لقتل غيره. هو ماذا قرر؟ قرر أن يراقبه حتى ينظر ماذا يصنع. قرر أنه مش يعمل أي حاجة. مجرد بس أنه هو هيراقبه. يبقى إذن الغراب كده ليه موقف إيه؟ موقف سلبي. ديه موقف سلبي ليه محاولش يحظر غيره. تعالوا نشوف الشريحة اللي بعد كده. وفي الآخر خالص هنشوف المفردات بتاعينا. نصب الصياد شبكته ونصر عليها الحب. نصبها أي أقامها. والمضاد أسفى والمراد بها يا حبيبي أنه وضعها على الأرض. نصب الصياد شبكته أقامها والمراد بها أنه وضعها على الأرض. ثم وضع عليها الحب وكمنا قريبا منها. كمنا يعني اختبأ. كمنا اختبأ. فلم يلبس إلا قليلا. يعني لم يبقى ولم ينتظر إلا وقت قليل جدا. حتى مرد به حمامة يقال لها المطوقة. المطوقة. المطوقة دي إيه حبيبي من المشتقات اللي احنا درسناها. مضموم أولها. الميم عندكو مضمومة. ومفتوح ما قبل آخرها. طبعا التال مربوطة مش معانا في القصة. احنا بنعتبرها مش موجودة. يبقى المطوقة اسم مفعول. فعلها إيه؟ طوقة. طوقة. احنا عارفين. فعل اسم المفعول على طول مبني للمجهول. خلاص كده الفعل بتاعه مبني للمجهول دائما. طيب طبعا هي زادت عن تلاتة. يعني فعلها زاد عن تلاتة. طوقة الو على لها شدة. معنى كده انها رباعي. طيب الحمامة المطوقة دي أي أن حول عنقها طوق. حول عنقها طوق. قد يكون المقصود بالطوق هنا حبيبي إن الريش بتاعها حول العنق لونه مختلف. فاتخذ هذا المنظر كعلامة لها. فسميت الحمامة المطوقة. يبقى يقال إن حول عنقها طوق أو أن المقصود أن هناك لون مختلف حول رقبتها أعطاها شكل الطوق يا حبيبي. فلذلك سميت بالمطوقة. اتخذ ذلك علامة لها أو رمز لها. طيب هذه الحمامة كانت سيدة الحمام. هي القائدة. هي السيدة. ومعها حمام كسير. فعامية هي وصاحباتها طبعا هم كانوا يعني أصبهم الجوع وده اللي خلاهم يتصرعوا وما يشوفوش الشبكة. ووقعنا جميعا سواء كانت المطوقة أو ما معها من الحمام. وقعنا على الحب يلتقتنه. يكلوه بقى بسرعة كده واضح إنه كان أصبهم الجوع. فأمسكت بهن الشبكة. الشبكة جمعها شباك. وأقبل الصياد. إحنا قلنا أقبل عكسها أدبر. إحنا خدناها في الشريحة اللي فاتت مقبلا. قلنا عكسها مدبرا. أقبل يعني جاء وآتى عكسها أدبر. يعني ذهب ومشى. وأقبل الصياد فرحا مصرورا. طيب لماذا فرح الصياد؟ طبعا لأنه استطاع أن يوقع بصيد سمين. كل الحمام أو الحمائم كلها وقعت في شبكة الصياد. يبقى لماذا فرحة؟ لأنه حقق غرضه واصطاد الحمام. فجعلت كل حمامة تتلجلج في حبائلها. وتلتمس الخلاصة لنفسها. جعلت كل حمامة كل واحدة فيهم بدأت تتلجلج. يعني إيه تتلجلج حبيبي؟ تتلجلج يعني تتحرق وتضطرب بشدة حتى تتخلص من حبائل الشبكة. حبائل مفردها حبالة. حبائل مفردها حبالة. وتلتمس الخلاص لنفسها. كل واحدة فكرت في روحها وأنها تلتمس الخلاص لنفسها. طيب تعالوا نشوف كده الشريحة اللي بعد كده. قالت الحمامة المطوقة. يجي هنا بقى حبيبي دور القائد. إزاي القائد هيتصرف في هذه الورطات أو في هذه الورطة. الحمامة المطوقة احنا اتفقنا هي سيدة الحمام. هي القائدة. طب بماذا نصحتهم؟ نصحت الحمام بإيه؟ قالت لهم لا تخازلن في المحاولة ولا تكن نفس إحداكن أهم إليها من نفس صاحباتها. يعني نهتهم عن إيه؟ عن التخازل وعن الأنانية. لا تخازلن في المحاولة ولا تكن نفس إحداكن أهم إليها من نفس صاحباتها. ولكن نتعاون جميعا ونطير قطائر واحد فينجو بعضنا ببعض احنا كلنا هنساعد بعض كلنا نهم مرة واحدة ونطير كأننا واحد حتى نستطيع أن نقلع الشبكة فجمعنا أنفسهن ووسبنا وسبة واحدة فقلعنا الشبكة وعلونا بها في الجو قلعناها أي حملناها من على الأرض المقصود بها حملناها من على الأرض طيب عما نشوف اللي بعد كده عما نهت الحمام المطوقة صاحباتها وعلى ما حستهن طبعا نهتهن عن التخازل والأنانية وحستهن على التعاون وأن يطيروا ويقفزوا قفزة واحدة فيستطعن أن ينجون جميعا طب دعا نشوف أقل بعد كده يجي دور الغرب السلبي اللي قرر أنه يراقب فقط فقال الغرب لأتبعنا وأنظر ما يكون منهن قالت الحمامة المطوقة في المدينة فأر صديق لي فلو ذهبنا إليه قطع عنا هذه الشبكة فذهبت الحمائم جمع حمامة المربوطة فذهبت الحمائم إليه وكان مختبئا فنادته الحمامة المطوقة باسمه فقال لها من أنت قالت أنا خليلتك خليلتك يعني صاحبتك وجمع خليلة خلائل خليلة يعني صديقة وصاحبة وجمعها خلائل أنا خليلتك المطوقة فأقبل إليها يسعى فقال ما أوقع كنا في هذه الورطة من اللي أوقع كنا في هذه المشكلة جمع ورطة ورطات فقالت له أسرعنا إلى الحب ولم نرى الشبكة وهذا الذي أوقعنا في هذه الورطة وهذا قدرنا ده اللي حصل بقى وإحنا أسرعنا عشان نلتقط الحب واللي حصل ده قضاء وقدر وهو ده قضرنا طيب ما الذي دفع الحمام المطوقة للبحث عن الفقر لماذا بحثت عن صديقها الفقر تلتمس الخلاص تلتمس منه المساعدة في تخليصهن هي بتلتمس إنه هو يساعدهم في تخليصهن من الشبكة طب تعالوا نشوف اللي بعد كده المطوقة تؤثر صديقاتها على نفسها تؤثر يعني تفضل إحنا قلنا الإيصار عكس الأسرة الإيصار تفضيل الغير على النفس أما الأسرة دي صفة وحشة دي الأنانية لازم نكتبهم دول حبيبي حاجات دي بيجي لنا كتير في القراءة الحرة وخلاص كلمات تعلمناها المفروض ما ننساش أبدا تؤثر تفضل صديقاتها على نفسها وهي دي صفات القائد فأخذ الفقر أخذ هنا بمعنى بدأ أخذ بمعنى بدأ دي كلمة مهمة مهمة إن إحنا نعرفها فأخذ الفقر يقرد العقد المفردها عقدة طبعا التي فيها الحمامة المطوقة فقالت له المطوقة ابدأ بقطع عقد سائر الحمام يعني باقي الحمام وبعد ذلك أقبل على عقدي وأعادت عليه ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها يعني قررت الكلام أكتر من مرة ولكنه لا يلتفت إليها طبعا متعمدا ويسمعها جيدا ولكنه يؤسر ويفضل أن يقرد عقدها أولا لأنها صدقة وعرفها مش عارف باقي الحمام فلما أكثرت عليه القول قال لها لقد قررت القول علي كأنك ليس لك في نفسك حاجة ولا لك عليها شفقة ولا ترعين لها حقا قالت إني أخاف إن أنت بدأت بقطع عقدي أن تمل وتكسل ممكن تتعب بعد كده ممكن تكسل أن أنت تفك باقي العقد لذلك أفضل أن أنت تفك عقد باقي الحمام أولا لأنك لما تيجي عند عقدي أنا لا تمل ولا تكسل وحتى إذا أصابك التعب ها تحاول مرة أخرى وعرفت أنك إن بدأت بهن قبلي وكنت أنا الأخيرة لم ترضى وإن أدركك الفطور الفطور يعني التعب والضعف أن أبقى حبيسة في الشبكة يعني أنت مش هيرديك أبدا أن أنت حتى وإن أصابك الفطور والتعب أن أبقى حبيسة في الشبكة أكيد هترك عقدي إذا كنت أنا الأخيرة يعني قال الفقر هذا مما يزيد أو يزيد الرغبة فيك الرغبة فيك معنها الحب والمودة هو طبعا صديقها ويحبها ويودها هذا مما يزيد الرغبة فيك والمودة لك ثم أخذ الفقر في قرد الشبكة حتى فرغ منها يعني انتهى فانطلقت المطوقة وحمامها معها يعني نشوف بقى كده المعاني بتاعتنا الكتاب بأدينا حبيبي زعموا أول كلمة في الدرس زعموا أنه كان بإحدى مدن فارس زعموا أيقالوا زعموا أيقالوا إحنا قلنا الصياد اللي هو قبيح المنظر كان مقبلا أي آتيا وقادما والمضاد مدبرا مقبل عكسها مدبر طيب العش وهو بيت الطيور أو بيت الطائر جمع عش عشاش عششة عشوش كل دي جموع تكسير لها يا حبيبي نصب أي أقامة ووضعها المراد بها ووضعها على الأرض كامونة أي اختبأة لو عايزين المضاد الزهرة المطوقة أي حول عنقها طوق سواء كان طوء حقيقي أو لون الريج بتاحها مختلف طيب تتلجلج تتحرك وترتبك عكسها إيه؟ تتزن 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 وقفة كده متزنة وسابتة حبائلها ليه الحبال بتاعة الشبكة المراد الشبكة والمفرد حبالة طيب علونا علونا ارتفعنا علونا ارتفعنا خليلتك صاحبتك طبعا عكس ارتفعنا هي نون حبيبي ارتفعنا دي نون ما فيهاش ألف طبعا دي نون النسوة علونا وارتفعنا نون من غير ألف المضاد هبطنا برضو من غير ألف خليلتك صاحبتك والجمع خلائل خليلتك صاحبتك والجمع خلائل ولو عايزين المضاد تبقى عدوتك عدوتك يقرد يقطع الشفقة رحمة والمضاد قسوة أدركك الفطور لما هي كانت بتكلم الفقر فقالت له يعني أخاف أن يدركك الفطور أدركك أي أصابك والمضاد أخطأك لسه معاني لسه في معاني بعض المعاني الأخرى كلمة حبيسة تجينة والمضاد طليقة هي قالت لصديقها لن ترضى أن تتركني حبيسة أي سجينة وعكسها طليقة وحرة ترعين تحفظين ترعين لها حقا أي تحفظين حقها الفطور التعب والضعف التعب والضعف الرغبة فيك المحبة لك والمودة المحبة والمودة مضاد الرغبة فيك هي هي بس نغير حرف الجر حبيب الرغبة عنك والنفور منك الرغبة فيك عكسها الرغبة عنك يبقى الرغبة فيه مضادها الرغبة عن فرغة أينت فعلوا بقى نشوف الأسئلة اللي معنا على الدرس القصير ده طبعا الدروس المستفادة من هذا الدرس حبيبي لا يجب على الإنسان أن يكون سلبيا ويتخذ موقفا سلبي يعني غير إيجابي كما اتخذ الغراب موقفا سلبيا قرر أن هو يشاهد ويرائب من بعيد ولا ينبه حد ولا يحذر حد هو بس يعني فكر في نفسه فقط واتخذ موقفا سلبيا طب ويجب أن يكون لكل إنسان مننا موقف إيجابي مثل مين؟ مثل الفقر يبقى الفقر كان موقفه إيجابي أما الغراب كان موقفه سلبي طيب نيجي بقى لصفات القائد الحمامة المطوقة كانت قائدة صفاتها إيه؟ صفاتها حق الحكمة تصرفت بحكمة في هذه الورطة الإيثار فضلت غيرها على نفسها فكانت آخر واحدة يفك الفقر عقدها وهي اللي قررت هذا يبقى الإيثار التعاون الحكمة حسن التصرف كل دي من صفات القائد طيب يجب أن لا يتحلى كل إنسان يبتعد عن التخازل والأنانية والسلبية وأن يكون عنده إيه؟ يتحلى بإيه؟ الإيثار الحكمة الحكمة حسن التصرف حب الغير العمل التعاوني كل ده تعالوا بقى نشتغل مع بعض حبيب الأسئلة للدرس الصغير اللذيذ ده ده علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارات الآدية الإيثار من صفات القائد النجح صحة أو الغلط؟ الإيثار بفضل غيري على نفسي أما الأسرة دي صفة صيئة إني عندي أنانية بفضل نفسي على غيري طبعا لو قال لي الأسرة من صفات القائد النجح هقوله غلط أما الإيثار لا دي صحة نصب الصياد شبكته وانتظر طويلا حتى مرت الحمائم هل هو انتظر طويلا حبيبي؟ أيوة كده نمر اتنين خطأ نصب الصياد شبكته وانتظر طويلا لا لم ينتظر طويلا احنا قلنا ما لبسة أن جاءت الحمام ووقعنا في الشبكة لم يلبس طويلا الصياد لم يبقى طويلا نجت الحمائم من الشبكة بفضل التعاون الأول كل واحدة فكرت في نفسها بس بعد كده بفضل التعاون كلهم نجوا يبقى رقم ثلاثة صح ذهبت الحمائم إلى الفقر ليقطع عنها الشبكة تمام صح كده نشوف السؤال اللي بعد كده حبيبي برضو هو يبقى صح وغلط نمرة خمسة طلبت المطوقة من الفقر البدء بقطع عقدها وتأجيل عقد صاحباتها للنهاية لا ده هي عملة العكس هي طلبت أنه يقرد عقد صاحباتها أولا وبعدين ينتهي بعقدها هي وخافت أن يصيبه الفطور والكسل والتعب يبقى العبارة خاطئة من خلال فهمك للموضوع اختر الصواب مما يأتي أول ما فعلته الحمائم عند وقوعهن في سبكة نمرة واحد التماس كل منها الخلاص لنفسها التخطيط للانتقام من الصياد الانشغال بالتقاط الحبوب طلب العون من الغراب هم ما طلبوش العون من الغراب خالص يبقى أول حاجة عندي لإعطيار الصح هو رقم رقم ألف يبقى أول حاجة حبيبي أول ما فعلته الحمائم التماس كل منها الخلاص لنفسها طب حست المطوقة صديقاتها على نقط من أجل الخلاص على قرد عقد الشبكة لا هم مش يعرفوا يقردوا العقد العمل الجماعي اللجوء إلى الخديعة الانتناع عن الطعام طبعا ثلاثة مستبعدين واحدة بس هي اللي عندنا صح الإجابة الصحيحة رقم واكتفى بأن هو بس يرائب السؤال اللي بعد كده رقم أربعة من سمات القائد الناجح هل إن هو يستبد برأيه ينفرد برأيه يعني ولا يندفع ولا يتفاخر ولا يبقى عنده حسن تخطيط نمر أربعة من سمات القائد من سمات القائد الناجح طبعا عندنا حسن التخطيط التلاتة اللي في الأول كلهم مستبعدين نهت المطوقة صديقاتها عن التخازل الغضب التمرد التصرع هي نهتهم عن التخازل والأنانية يبقى التخازل طلبة طلبة المطوقة من الفقر فك عقد صديقاتها أولا طلب المطوقة طلب المطوقة من الفقر فك عقد صديقاتها أولا يدل على يدل على الرضاء الشجاعة ولا القوة ولا الإيصار ولا الرضاء يا ترى طلبها ده بيدل على إيه طلبها بيدل على ماشي حبيبي بالزبط كده يبقى طلب المطوقة من الفقر فك عقد صديقاتها أولا بيدل على الإيصار وهي تفضيل غيرها على نفسها طب نشوف اللي بعد كده قطعة وعليها أسئلة حبيبي نصب لصياد شبكته ونصر عليها الحب وكمن قريبا منها فلم يلبس يعني لم يبقى طويلا إلا قليلا حتى مرت به حمامة يقال لها المطوقة وكانت سيدة الحمام ومعها حمام كثير اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوصين جمع شبكة يترى شباك شباديك يبقى عندنا قريبا هنا عكسها واضح جدا أنه إيه بعيدا مش محتاج أن إحنا نقف عندها كتير حبيبي طيب سؤالي بعد كده ماذا حدث للحمامة المطوقة وصاحباتها حين مررنا بالشبكة طبعا إحنا كلنا عارفين القصة عمينا كلهم عميت هي وصاحباتها ووقعنا على الحب يلتقتنه فأمسكت بهن الشبكة وأقبل الصياد فرحا مصرورا يبقى اللي حصل ليهم من شدة جوعهم عميت هي وصاحباتها عن الشبكة واستطعت الشبكة أو استطاع الصياد أن يوقع بهن عن طريق الحبوب اللي جذبهم بيها إلى الشبكة طب علل نجاة الحمامة المطوقة وصاحباتها النجاة دي حصلت بفضل إيه حبيبي أولا التعاون بينهم ثانيا العمل الجماعي ثالثا ودي اللي احنا المفروض كنا كتبناها طاعة القائد دي حاجة مهمة جدا حبيبي الحمامة المطوقة لما كانت بتتكلم وبتديهم الأوامر هم كانوا بيستمعوا وبينفزوا يبقى التعاون والعمل الجماعي فكلهم طبعا وسبنا وسبة واحدة استطعنا أن يقلعنا الشبكة من على الأرض وعلونا بها وكمان طاعة القائد طالما أن القائد ده مخلص يبقى فيه طاعة للقائد دي حاجة مهمة جدا أتمنى حبيبي أن الدرس السهل البسيط ده أتمنى حتى أنه يجي لكم في الامتحان لأنه في منتغة البساطة بصراحة فأتمنى أن أنتم تكونوا فهمتوه وأن إحنا نكون يعني قدرنا نبسط سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر